وبعد تبرئة ترامب أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانا حث فيه كل الأمريكيين خاصة نقادة الأمة للدفاع عن الحقيقة وكسر الأكاذيب كما قال الرئيس الجديد إن العنف والتطرف لا مكان لهما في الولايات المتحدة كما أضف أن جوهر التهمة الموجهة إلى سلفه بشأن أعمال الشغب في الكابيتول ليس محل خلاف وأصفها بأنها فصل حزين في التاريخ الأمريكي وتذكير بأن الديمقراطية هشة ويجب الدفاع عنها دائما